خمسة عشر عاماً مرت منذ أن مررت أحزاب السلطة في العراق الدستورة وتحت وصاية الاحتلال الأمريكي والمثير للسخرية أن الأطراف التي حرصت على تمريره آنذاك وتحديداً في شهر تشرين الأول عام 2005 عادت اليوم لتعترف بأنه غير صالح ويحتاج إلى تعديل بسبب بنود وفقرات كانت وما زالت مثيرة للجدل تبدأ من ديباجته الأولى التي تحولت فيها عبارة أن العراق دولة عربية إلى دولة اتحادية ورسخت مفردة المكونات التي أسست لنهج المحاصصة الطائفية وانتهاء بقانون البرلمان ونظام الفيدرالي الذي أعطى الحق لأي محافظة أو عدة محافظات مجتمعة في اختيار الذهاب نحو إقليم مستقل وهو ما يعد تكريساً لنزعة الانفصال وزرع بذرة التقسيم ومع إعلان الحكومة في الثامن والعشرين من تشرين الأول عام 2019 أنها كونت لجنة لتعديل الدستور بعد مطالب متظاهري ثورة تشرين الذين دعوا إلى رفع أي إشارة تعزز الانقسام الطائفية والمذهبية من بنوده فقد انقضت في الثامن والعشرين من شباط الماضي المدة المقررة لعملها من دون تحقيق أي نتائج ويرى مراقبون أن الدستور الذي مرر كان سبباً في تاصيل الفوضى وانهيار البلاد على الصعود كافة بينما مكن الأحزاب الفاسدة من التمسك بالسلطة عبر بنود بعينها كنوع نظام الحكم والمادة السادسة والسبعين المتعلقة بالكتلة البرلمانية الكبرى التي تمنحها حق ترشيح رئيس الوزراء وهو ما يفسر سر النغمة التي يحرص زعماء الكتل السياسية على عسفها وهي الاستحقاق الانتخابي بنكته الطائفية بينما أكد متخصصون أن الدستور كتب وأشرف عليه وفقاً لمزاج جهات كانت سلطة الاحتلال الأمريكي حينها والمتمثلة ببول بريمر على تواصل معها العراقيون أدركوا اليوم بما لا يقبلوا الشك أن الدستور كان مصدراً لضياع الأموال ونهبها واعتقال مئات الآلاف وتشريدهم وهدم مدن بأكملها بينما لا تزال الأحزاب وموثلها في البرلمان هم المنتفعون خصوصاً أن الدستور جعل عدد أعضاء البرلمان قابل للزيادة مع زيادة عدد السكان حتى وإن كان ثلوثهم يسكنون العشوائيات ونصفهم يعيشون تحت خط الفقرة فهم مجرد أرقام وعداد انتخابية في نظر الكتل السياسية التي مارست الانتقائية في تطبيق وتفسير البنود وفقاً لمصالحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر